موسيقى مشاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم خلال يوم أمس وليلة الفارتات وسط العوام الجوية ملأمة لظهور الخلايا الرعدية وكانت نشطة يوم أمس خاصة في العشية انطلقت من جهة القيروان مروراً بولاية زغوان إلى غاية جهة الوطن القبلي وولاية نابل حيث كانت فعليتها قوية تسببت في نزول أمطار محلياً غزيرة وهبوب رياح قوية وتساقط البرد بولاية زغوان تراوحت الكميات ما بين 62 مليمتر بصوف بنابل ما بين 41 مليمتر بنابل المدينة مع هبوب رياح قوية وتساقط البرد بالقيروان ما بين 22.28 مليمتر بالوسلاتية بولاية تونس ما بين 1.17 مليمتر بالسيدة المنوبية ببنعروس ما بين 2.9 مليمترات بحمام لنف بولاية سوسا ما بين 1.7 مليمتر بولاية منوبة ما بين 1.5 مليمترات بمنوبة المدينة بالمونستير كذلك ما بين 1.5 مليمتر بالمطار بجندوبة ما بين 1.4 مليمتر بإتبرقة وبيولاية القسرين ما بين 1.3 مليمتر أمطار ضعيفة بكل من باجة والمهدية ما بين 1.2 مليمتر بالنسبة إلى حالة التقص هذا اليوم كيفما تلاحظوا عبر صور القمر الاصطناعي كانت السحب أحيانا كثيفة بمناطق شمال رفقتها بين الحين والآخر بعض الأمطار إلى حدود الظهر بمناطق شمال وما كانتش بكميات كبيرة وببقية الجهات كانت السحب عامة قليلة وتلاحظوا الكتل من السحب تتنقل بقوة نظرا لوجود رياح قوية على مستوى الطبقات الجوية السفلة وكذلك على مستوى سطح البحر بالنسبة إلى هذه الليلة من المتوقع إن شاء الله أن تكون السحب أحيانا كثيفة خاصة آخر الليل بمناطق أقصى الشمال مع نزول بعض الأمطار المتفرقة تقسيميل إلى البرودة لأن الرياح ستكون من القطع الشمالي قوية خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية ودرجات الحرارة ستسجل انخفاض طفيف مقارنة بالليلة الفارتة وتكون ما بين 24 و28 درجة بمناطق الشمال والمناطق الساحلية وما بين 32 و36 درجة بمناطق الجنوب بالنسبة إلى يوم الغد إن شاء الله العنصر البارز هو هبوب رياح قوية خاصة بالمناطق الساحلية وبمناطق الشمال والمرتفعات بعض الأمطار متوقعة غدوة إن شاء الله بالمناطق الساحلية الشمالية ثم تتكاثف السحب وتكون رعدية بعض الظهر خاصة بمناطق الوسط الشرقي وأعني بذلك شرقي ولاية القيروان المهدية وبصفة أقل سوسة والمونستير وكذلك بولاية السفاقس وشمال ولاية جابس نتوقع أمطار محليا غزيرة ودرجات الحرارة القصوى ستكون ما بين 30 و34 درجة بالشمال والمناطق الساحلية وما بين 36 و40 درجة ببقية الجهاد بتونس الكبرى من المنتظر أن تصل إلى 34 درجة مع سحب عبر أحياني الكثيفة 34 كذلك بنابل 31 بقليبيا ببنزرت 31 34 درجة بزغوان 33 بباجا 28 بيت برقة 34 بجندوبة وسليانا 32 بالكاف وبيتالا 32 مع ظهور بعض الصحب الرعدية مسحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بالقيروان 37 مع نزول أمطار تكون رعدية في العشية وبجية الساحل سحب عابرة تتكاثف بعض الظهر وتكون رعدية ترافقها أمطار محليا غزيرة والحرارة في حدود 30 درجة بالمهدية 31 بالمونستير 32 بسوسة قل بقرخنة 32 بيسفاقس مع أمطار غزيرة في العشية وبسيدي بوزيد 37 درجة مع سحب رعدية مسحوبة بأمطار متوسطة بعض الظهر كذلك بالقصرين 33 درجة في حين بالجنوب الغربي 39 درجة بقفصة 42 بيزر و40 درجة بيكبلي مع ظهور سحب عابرة تكون كذيفة في العشية بالجنوب الشرقي 35 درجة بيجربة سحب عابرة 35 بيجابس 39 بمدنين 39 بتطوين و40 درجة بيرمادة وبالبرمة بالنسبة إلى الملاحة والسيد البحري كما ذكرت في بداية النشرة الرياحة ستكون شمالية غربية قوية تتجاوز أحياناً لا ربعين عقدة ما يقارب 80-90 كم في ساعة والبحر شديد الاتراب إلى هائج ولهذا الغرض تم أعلام ينص عن هبوب هذه الرياحة قوية بكافة مجالتنا البحرية الشمالية إلى غاية الحمامات ومنطقة الشابة وبمنطقتين الحمامات والشابة ستكون الرياحة شمالية غربية أيضاً سرعتها ما بين 15 و 25 تتجاوز أحياناً 45 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى شديد الاتراب وبخليج جابس ستكون الرياحة جنوبية الشرقية في البداية تتحول إلى شمالية شرقية بعد الظهر وسرعتها ما بين 15 و 25 تتجاوز أحياناً 40 عقدة والبحر مضطرب فمحلياً شديد الاتراب ملازمة الحذر إليكم الآن التوقعات الجوية ببعض المدن العربية والأوروبية بين واقشوت 29 درجة سحب قليلة سماء صافيا بالدار البيضاء 38 29 بالجزيرة العاصمة سماء صافيا سماء صافيا أيضاً بترابلس 33 و بالخرطوم 33 درجة سحب قليلة سماء صافيا بالقاهرة 38 درجة في حين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ستكون السحب قليلة 46 درجة بالمدينة المنورة و 43 بمكة المكرمة بمسقط تقس مغيم مع رطوبة مرتفعة 31 درجة بأبوظبي 41 سحب قليلة بالدوحة 38 سحب قليلة وتتواصل حرارة مرتفعة بكل من الكويت وبغداد 47 ببغداد و 45 بالكويت ارتفاع طفيف في درجات حرارة بالشرق الأوسط 34 بالقدس الشريف 32 ببيروت 39 بدمشق باستنبول سماء صافيا 32 درجة بروما صحوب قليلة 30 درجة و 31 بمرسيليا سماء صافيا 25 بكل من جينيف وبريز ببرولين 24 فيينا 26 25 ببريكسل وامستردام 23 بلندن صحوب قليلة و بمدريد 36 درجة سماء صافيا سماء صافيا أيضا بلشبونة 30 درجة التوقعات الجوية بالنسبة إلى الأيام القليلة القادمة إن شاء الله تتواصل الرياح من القطاع الشمالي ما زالت قوية خاصة بالسواحل الشمالية أقل قوة بالسواحل الشرقية لكن تأثيراتها إيجابية خاصة على مستوى الحرارة ستكون أقل من المعدلات العادية للعشرية الثانية من شهر أوت ما بين 31 و 33 درجة بالمناطق الساحلية وما بين 34 و 38 درجة داخل البلاد مع تقس إجمالا قليل السحب يوم الأربع عام من توقعوش تغيرات هامة في العوامل الجوية الرياح تتواصل من القطاع الشمالي وبالتالي تبقى الحرارة أقل من المعدلات مع ظهور سحب عامة قليلة تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل إليكم الآن أوقات شروق شمس وغروبها الشروق سيكون إن شاء الله في الساعة الخامسة وربعين دقيقة وغروبها في الساعة السابعة وخمس دقائق لمزيد من المعلومات وحصول على كميات الأمتار مفصلة أدعوكم لزيارة موقع الواب الخاص بالمعهد الوطني للرزد الجوي أو استعمال الموزع الصوتي على الرقم 88404 مرات أو قاطة السهلات اليوم الغد الاثنين التاسع عشر من قوت الموافق للربع عشر من سفر الف وبرعمائة وستة وربعين هجري سالة الصبح بداية من الساعة الرابعة وخمس دقائق سالة الظهر ابتداء من منتصفها النهار والنصف العصر بداية من الساعة الرابعة وسبعة دقائق المغرب ابتداء من الساعة السابعة وسبعة دقائق سالة العشاء بداية من الساعة الثامنة وتسعة وثلاثين دقائق في ختام هذه النشرة أشكركم على العناية والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر